في مكة ولد المختار والكعبة هي خير جوار بيت الله الحرم الآمن دوما يشرق بالأنوار أرسله للناس بشيرا علمه من فيض هدى آتاه القرآن ضياء هو خير كتاب أوحى أخلاقه كانت قرآنا سنته نور وضياء أشوتنا في كل زمان والمسلم يلتزم خطاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والنيات يا رب العالمين أيها الإخوة المشاهدون الكرام أيها الأخوات المشاهدات الكريمات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويتجدد اللقاء بكم دائما وأبدا على الخير والبر والتقوى وعلى ما ينفعنا بإذن الله في دنيانا وآخرتنا في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله والنافع بإذن الله الرسول القدوة صلوات ربي وسلامه عليه دوما وأبدا إلى يوم الدين سأتحدث أيضا اليوم عن خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسجية من سجاياه صلوات ربي وسلامه عليه ألا وهي صفة الحياء الحياء من الإيمان الحياء خير كله الحياء لا يأتي إلا بخير هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالحياء شعبة من شعب الإيمان وكفى به فخرا الحياء كله خير ما في حياء في خير وحياء ما في خير الحياء كله خير كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحياء لا يأتي إلا بخير دائما الإنسان اللي يستحي من الناس ويحترمهم ويقدرهم يحترمه الناس ويقدرونه ويستحون منه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم من رجلا يعظ أخاه وينهاه عن الحياء فقال دعه فإن الحياء خير كله وفي رواية فإن الحياء لا يأتي إلا بخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا الإيمان بضع وسبعون شعبة وفي رواية بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان هذه الكلمة العظيمة التي لوزنت بالأرض والسماوات وإله غير الله لرجحت عليه كلنا يعلم قصة موسى عليه السلام مع ربه عندما دعا ربه جل وعلا فقال يا ربي خصني بدعاء أدعوك به وذكر أذكرك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله أنا أريد شيئا خاصا به شيئا ليه لوحدي أنا موسى قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله لرجحت بهن لا إله إلا الله فأعلى شعب الإيمان قولوا لا إله إلا الله وكلنا يتذكر قصة صاحب البطاقة صاحب البطاقة هذا قصة عجيبة يؤتى برجل من أمة بين يدي الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فينشر له تسع وتسعين سجل كل سجل منها مد البصر كلها سيئات الله أكبر أي عبد هذا الذي ارتكف هذه السيئات وأي وقت حصل فيه يرتكف هذه الذنوب تسع وتسعين سجل السجل الواحد منها مد البصر كلها سيئات فيقول الله له عبدي ألك حسن فيقول لا يا رب أعملت خيرا يا عبدي فيقول لا يا رب ألك عذر تعتذر به عن هذه الذنوب فيقول لا يا رب فيقول الله له عبدي إن لك عندنا حسن واحد وإنك لن تظلم اليوم شيئا فتخرج بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله فيقول العبد يا ربي ما تعمل هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول الله عز وجل عبدي لن تظلم شيئا ما في ظل وما ربك بظلام للعب فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة من كفتي الميزان قال فتطيش السجلات ويرجح اسم الله ولا يثقل شيء مع اسم الله اللهم اجعل خيرا ختام لنا في هذه الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها أقلها إماطة الأذى عن الطريق تزيل الأذى من طريق المسلمين ذكرنا قبل الأيام وفي حلقة من هذه الحلقات أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر قصة رجل كان يمشي في الطريق فوجد غصن شوك بارزة فنحاه عن طريق المسلمين قال والله إن هذا يؤذي المسلمين لأنحينه عن طريقهم ماذا حصل لهذا الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فغفر الله له وأدخله الجنة إذن لنحرص على إماطة الأذى من الطريق أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وبينهما شعب كثيرة والحياء شعبة من شعب الإيمان كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو تعريف الحياء أيها الإخوة هذه مسألة مهمة يجب أن نقف على تعريف صحيح للحياء لنفرق بينه وبين الخجل هناك حياء محمود لا يأتي إلا بخير وهو خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهناك خجل للأسف يسميه الناس حياء استعارة وهو حقيقة ليس حياء وإنما هو خجل والخجل صفة ذميمة الحياء خلق يبعث على فعل كل جميل وترك كل قبيح إذا وصل الإنسان لهذا المستوى أنه يفعل كل جميل حتى لو كان هذا الجميل أمرا بالمعروف حتى لو كان هذا الجميل نهيا عن منكر إذا وجد إنسان يفعل منكرا من المنكرات لم يرضى هذا الإنسان شديد الحياء إلا أن ينكر على صاحب المنكر أما إن سكت وخجل منه هذا خجل لا يسمى حياء الخجل أن يرى الإنسان المنكر بين يديه يقول لا أنا أستحي أني أنكر عليه هذا مو حياء الحياء حقيقة هو الذي يدفعك إلى أن تنكر هذا المنكر لأن هذا أمر يغضب الله سبحانه وتعالى وأنت عبد تستحي من الله حق الحياء ولهذا تنكر هذا المنكر خوفا من الله عز وجل هذا هو الفرق والضابط الدقيق بين الحياء والخجل بعض الناس يرى منكرات فلا ينكرها ليه قال بالله استحي هذا مو حياء هذا خجل هذا عدم قدرة على المواجهة هذا عدم شجاعة هذا عدم جرأة كيف ترمم كيف تنم يعني كيف ترضى لنفسك أن ترى منكر من المنكرات ولا تغيره أنت هذا الإنسان الذي تقول أنا أستحي وهو حقيقة ليس بحياء لو ولد من أولادك وفي بيتك عندك يعني مزهرية أو أبجورة غالية الثمن وأسقطها وكسرها ماذا تصنع بابنك؟ ستقوم القيامة كلها ليش؟ لأنه كسر شيئا غالية شيئا ثمينة لكن ترى محارم الله تنتهك ولا تغيرها هل هذا حياء؟ هل هذا الحياء هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم صفة من الإيمان وشعبه من شعب الإيمان وجعله خير كله وأنه لا يأتي إلا بخير؟ لا والله كما غرته وكما أخذتك الغيرة والغضب على شيء من أمور الدنيا لتأخذك الغيرة والغضب على أمور الآخرة على أمور الحياة الخروية التي فيها أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها بنت بكر زوجت كيف سيكون حالها في أول ليلة من زفافها؟ عندما تزف لعريسها ويدخل عليها زوج غريب لأول مرة ترى في حياته ويجتمع بها في سقف تحت سقف واحد وفي سرير واحد ستكون شديدة الحياة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا يكرهه من أمور الدنيا عرف أصحابه التغير في وجهه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا يكرهه عرف في وجهه صلوات ربي وسلامه عليه وكان لا يواجه أحدا بأخطائه مباشرة بل كان يعاتب عليهم عتابا لطيفا صلوات ربي وسلامه عليه هذا كله أيها الإخوة فيما يخص أمور الدنيا الصحابي الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها ماذا ذكر بعد ذلك؟ قال ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط بل كان يسمح ويصفح ويعفو صفح عن أعداؤه صفح عن أهل مكة الذين قالوا فيه ما قالوا وطردوا وفعلوا به صفح عنهم تسامح صلوات ربي وسلامه عن نفسه من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط غير أنه إذا انتهك شيء من محارم الله كان يغضب أشد الغضب وينتقم أشد الانتقام هنا ما في لعب هذا أمر يتختص بالله عز وجل ما في تهاوم فيه ما في خجل كان إذا انتهكت محارم الله يغضب أشد الغضب وينتقم أشد الانتقام فلنفرق أيها الإخوة بين الحياء في الأمور العادية والأمور الدنيوية والخلق هذا الجميل وبين الخجل وعدم الجرأة والقدرة على إنكار المنكر ببعض الآثار أن العبد إذا رأى منكر فلم يغيره فيقابل ربه سبحانه وتعالى فيقول عبدي لما لم تنكر هذا المنكر ولم تغيره قال يا ربي خشيت الناس وخفت الناس فيقول الله له إيايا كنت أحق أن تخشى إيايا كنت أحق أن تخاف أن تخاف مني وتخشاني أحسن مما تخشى الناس وتخاف الناس هكذا هو الحياء الذي يريده منا رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم والذي أخبر أنه من الإيمان الله عز وجل أثنى على رسوله بصفة الحياة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة من نسائه وذلك قبل أن ينزل الحجاب فاجتمع الناس في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطعموا وأكلوا من السنة أن يولم الرجل على نكاحه أولم ولو بشاه هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بل جعل إجابة دعوة وليمة العرس واجبة أي دعوة تدعى إليها ليست إجابتها واجبة لكن وليمة العرس إذا دعيت إليها يجب عليك أن تجيب وإذا لم تجيب فأنت آثم إلا إذا عندك عذر لكن غيرها من الولائم والدعوات إن ذهبت فهذا حسن وهو خلق حسن فمن حق المسلم على المسلم إذا دعاه أن يجيبه لكن إذا حصل لك ضرفه ما ذهبت فلست بآثم لكن وليمة العرس أوجب العلماء الحضور إليها لما فيها من إدخال السرور ولأنها لا تتكرر إلا مرة عن كثير من الناس وبعض الناس قد تتكرر عندهم مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو غير ذلك فطعموا وأكلوا وشربوا والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يختلي بزوجته والعروس جالس بين الناس في زاوية من الزوايا وهؤلاء الناس بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جالسين مبسوطين جلس وأنس ومتعة وضحك وكلام ونسوا أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم وهم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسوا أن النبي عريس يريد أن يدخل على زوجته يريد أن يجلس مع زوجته فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته كأنه يقول لهم يا الله يا جماعة تفضلوا ففهم ناس خروج النبي شوف النبي استحى أن يقول لهم أخرجوا استحى صلوات ربي وسلامه عليهم أن يعاتبهم استحى أن يقول عليهم شيئا شديد الحياء أشد حياء من العذراء في خدرها فخرج ففهم ناس أن النبي ما خرج إلا لأنه يريد من الباقية أن يخرجوا فخرج ناس وبقي آخر للأسف فدخل النبي مرة أخرى ثم بعد ذلك فهم بقية الصحابة فخرجوا فنزلت آية في كتاب الله سأذكرها لكم بعد الفاصل إن شاء الله في هذا الموضوع أخلاقه كانت قرآنا سنته نور وضياء أشوتنا في كل زمان والمسلم يلتزم خطاء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ما زلنا أيها الإخوة نتحدث عن حياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ذكرت لكم قبل الفاصل الفرق بين الحياء والخجل وهو أمر دقيق يجب التنبه إليه ذكرت قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج بإحدى زوجاته وهي إما أم سلمة أو زينب لا أتذكر الآن لكن بقي بعض أصحاب النبي عند النبي حتى بعد أن طعموا وأكلوا وشربوا وخرج النبي ورجع ثم خرج ورجع فلما خرج بقية الناس بعد ذلك أرخى الستارة ونزلت آية الحجاب على رسول الله وآية الحجاب هي وإذا سألتموهن متاع فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده إن ذلكم كان عند الله عظيمة نزلت الآية تتحدث عن هذه القصة التي حصلت وتثني على النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة من الله في ميزان الله لمحمد رسول الله عبد من عباد الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا إذا دعاكم النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فادخلوا بس فإذا طعمتم فانتشروا من السنة إذا أكل الإنسان خلاص هذا نهاية المطاف فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق شهد الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه يستحي وهذه شهادة من الله كما قلت في ميزان الله لعبد من عباد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بها فخراً وشرفاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد له ربه بأنه شديد الحياء صلوات ربي وسلامه عليه إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق من شدة حيائه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان كما ذكرت لا يرضى أن يواجه أحداً بالعتاف أي إنسان من أصحابه يبلغه عنه مقالة يغضب منها أو يزعل منها كان لا يواجهه فيقول أن تقول كذا وكذا وإنما كان يقوم خطيباً فيهم فيعرض التعريض دون التصريح هذه وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل ما أحرى الدعاء أن يحرصوا عليها الوعظ بالتعريض بالتعريض دون التصريح الوعظ والتذكير بالسر دون العلانية هذان منهجان نبويان حكيمان في الدعوة إلى الله عز وجل وهما من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم كان ينصح سرة ولا ينصح جهرة كان يعرض بأصحابه ولا يباشر تصريحاً لهم مباشرة صلوات ربي وسلامه عليه ولو نصحهم علانية ولو نصحهم تصريحاً لقبلوا منه لكنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها يترخص رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر لأنه كما قلت ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما فيفعل الأيسر فيتنزه ناس عن ذلك ويقولون هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه كأنهم يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لأنه عنده عهد من الله بأن الله قد غفر له فليفعل ما يشاه حاشاه صلوات ربي وسلامه عليه فيبلغ ذلك النبي فيكرهه ويغضب صلوات ربي وسلامه عليه لكنه لأن نفسه فيه حياء ولأنه شديد الحياء ما أعطته نفسه أن يقول تعال يا فلان لم تقول كذا أو قام في الناس وقال يا فلان يا فلان يا فلان لم تقولون كذا فيه وإنما قام خطيبا في الناس فقال ما بال أقوام شوف الكلمة العظيمة هذه ما بال أقوام ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية يقرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة أنه حتى وإن ترخص في شيء فينبغي للناس أن يأخذ به لأن هذه رخصة والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه الله سبحانه وتعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما الله عز وجل يقول لنا ما جعل عليكم في الدين من حرج الله عز وجل يقول لنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فإن أخذ الناس باليسر وأخذوا برفع الحرج فلا شيء عليهم إنسان في رمضان مسافر من بلد إلى بلد فأفطر في نهار رمضان لا ينبغي أن ينكر عليه ولا ينبغي أن يعنف ولا ينبغي أن ينظر إليه على أنه قليل إيمان أو ما عنده خوف من الله كما يفعل بعض الناس اليوم يا أخي السفر مريح ألا أن تسافر بالطائرة ساعة ساعتين في جو مكيف ما في تعب لا إفطار في رمضان ليس بسبب السفر ليس بسبب المشقة وإنما بسبب السفر وليس من البر الصيام في السفر هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أفطر فلا حرج عليه ومن صام فلا حرج عليه كلاهما يخافان الله أحدهم أخذ بالعزيمة والآخر أخر بالرخصة وكلاهما على سنة وهدي رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن أصحابه شيئا يكرهه كان لا يرضى أن يواجههم بالعتاب وكان يعرض ولا يصرح صلوات ربي وسلامه عليه وهذا من كمال حيائه وأدبه صلوات ربي وسلامه عليه بل لما قال عبد الله بن أبي بن سلول ما قال في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رأس المنافقين عبد الله بن أبي تكلم في عائشة وقال قولته الآثمة وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس قال ما بال أقوام يبلغني أذاهم حتى في أهلي ما ذكر اسمه ولا صرح باسمه وإنما عرض صلوات ربي وسلامه عليه به ليكون زاجرا وواعظا له ولغيره ما بال أقوام بلغ أذاهم يؤذونني في أهلي حتى بلغ أذاهم أهلي وعرضي صلوات ربي وسلامه عليه هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه في حيائه كما ذكرت أشد من العدراء في خضرها وأم المؤمنين عائشة تذكر لنا طرفا من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم زوج مع زوجته يعاشر زوجته يضمهما غرفة واحدة هي غرفة النوم وسرير واحد ليس معهم أحد وليس بينهم أحد ومع هذا تقول عائشة وهي تتحدث عن شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم في عشرته لها تقول والله ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مني شيئا ولا رأيت منه شيئا الله أكبر وإن كان الأمر هو في العادة ليس فيه شيئا حقيقة فإن المرأة ليست عورة على زوجها والرجل ليس بعورة على زوجته ولكن حياء النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الحمام يغتسل كان يستر عورته وهو في الحمام لوحده وأثنى على عثمان بن عفان وأخبر أن الملائكة تستحي من عثمان والسبب أن عثمان كان من أكثر أصحابه وسلم محافظة على عورته أن تظهر لأحد هذا من الحياة ولهذا قال النبي إن الملائكة لا تستحي من عثمان هو صلوات ربي وسلامه عليه الأسوة والقدوة تقول عائشة وقد عاشرت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشر سنوات تقول ما رأى مني رسوله وسلم شيئا ولا رأيت منه شيئا تقصد عورته وعورتها صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن عائشة أي حياء هذا الذي كان يدفع بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا المستوى الرفيع من الحياء صلوات ربي وسلامه عليه إذن فلنحرص على أن نتأسى بهذا الخلق الكريم حتى وإن جلسنا مع بعضنا البعض ليكون الحياء شعارا ودثارا لنا أيها الإخوة الكرام عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر أن الأفضل للإنسان إذا اغتسل ألا يغتسل إلا وقد ستر عورته فقالوا يا رسول الله لوحده يستحي ممن فقال صلوات ربي وسلامه عليه الله أحق أن يستحي منه هكذا توجيه النبوي الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع من صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة أنه لم يكن صلوات ربي وسلامه عليه فاحشا ولا متفاحشا ولا صخابة هذه الصفات تنافي الحياء فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسب أو ليجتم أحدا من أصحابه أو حتى من خدمه أو حتى من المساكين أو حتى من أهله ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرد أن يتحدث في بعض الأحيان عن بعض الأمور التي يعني يستحى من ذكرها كان يكني بها صلوات ربي وسلامه عليه استئناساً وتأسياً منه صلى الله عليه وسلم بالقرآن الله عز وجل عندما أراد أن يذكر النكاح والجماعة في القرآن لم يشر إليه صراحة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون ولا جنب إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا فكن الله سبحانه وتعالى عن الجماع بهذه التكنية اللطيفة وفي الآية الأخرى أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبة ملامسة النساء هنا تعني الجماع فالقرآن كذى عن هذا الأمر لأنه يستحى منه ومن ذكره صراحة فعرض القرآن بهذه الكلمة اللطيفة أو لامستم النساء وهكذا أيضاً كان رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم يكني عندما جاءته المرأة التي طلقها زوجها ثلاثاً ثم أراد أن يراجعها ولا تحل له بعد طلاق الثلاث إلا أن تنكح زوجاً غيرها فنكحها فلان فلم تعاشره رضي الله عنها في تلك الليلة و جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم و قالت خلاص حصل لأنه فلان تزوجني الآن أريد يطلقني قال لها لا حتى تذوق عسيلته و يذوق عسيلتك كان النبي صلى الله عليه وسلم فلان هذا الأمر بهذه اللفظة الجميلة كناية و تعريضة لا تصريحة لا حتى تذوق عسيلته و يذوق عسيلتك إذن أيها الإخوة و الأخوات لنحرص على أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة الجميلة و هذا الخلق الكريم الحياء فالحياء لا يأتي إلا بخير و الحياء خير كله لنحرص على أن نكون في أفعالنا و في أقوالنا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحياة لا نعاتب أحدا لا نذم أحدا إذا رأينا شيئا يكرهه لا نوجه اللوم و العتاب للآخرين و إنما نتركهم حتى يتبينهم حقيقة الأمر فيتركوه و يدعوه لا نواجه الناس بالنقد و اللوم و إنما نعرض كما عرض النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام ما بال أقوام تذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها غير أنه يغضب إذا انتهكت محارم الله استودعكم الله الذي لا تضيع و دائعه و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتريعوني كتاب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر